يبدو أن الحكومة المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد لا ترى النور بسبب مطالبات الكتل السياسية بحسب متابعين مؤكدين صعوبة تمريرها من قبل مجلس النواب ما زالت الإجراءات السياسية والمشاورات متعثرة وكل القوى السياسية تبحث عن رضا المرجعية رضا الشارع ولكنها تقدم مصالح الحزبية والفئوية قبل كل ذلك الكتل السياسية تعمل بمبدأ مخالف لما تعلنه في وسائل الإعلام بشأن منح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي حرية اختيار كابينته الوزارية لا سيما وإنها قدمت طلبات لعادل عبد المهدي للحصول على وزارات معينة وفقا لما وصفته استحقاقها الانتخابية لا يتلاءم مع شخصية عادل عبد المهدي ومع رؤيته ومع برنامجه سوى وزراء مؤهلون يمتلكون شهادات وذو خبرة فهو من هذه الناحية جاد وبالتالي نأمل أن تستكمل هذه الخطوة بدون تدخل من قوى وأحزاب وبحسب مصادر السياسية فإن دولة القانون طالبت بأربع وزارات وتحالف المحور طالب بوزارات منها سيادية والكرد رفضوا التنازل عن الوزارات الخاصة باستحقاقهم الانتخابية والتيار الصدري مرر مرشحيه للكابينة الوزارية من خلال البوابة الألكترونية فيما طالب تحالف الفتح بوزارات منها الداخلية مؤكدة أنه في حال عدم الموافق على طلبات الكتل السياسية فإن مهمة عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة شبه مستحيلة ويرى مراقبون أن استمرار ضغط الكتل السياسية على رئيس الوزراء المكلف من أجل الحصول على حقائب وزارية ربما قد يؤدي في نهاية البطاف إلى اضطراره لتقديم استقالته في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد